السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر انتصار روسيا أمر حتمي ومنتهي تماما لا تراجع عن كل أهدافنا لا استسلام في هذه المعركة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن قيد خطوة من اللي احنا قطعناها في أزمة روسيا وأوكرانيا هكذا تحدث الرئيس الروسي فلادمر بوتين أنتوا بتقولوا إيه؟ المسألة بالنسبة لنا منتهية تصريح طبعا في توقيت قاتل توقيت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحرك بالتنسيق مع إسرائيل بعدما أخذت الأسلحة الموجودة في قلب إسرائيل لدعم أوكرانيا بيها في ذات الوقت لبعض دول أوروبا بتحاول زرا للرمادة في العيون وحفظا لماء الوجه بتحاول أن هي تدعم أوكرانيا بعض الأسلحة الخيبانة كده التي لا تأثير لها في أرض المعركة بالمرة طبعا كون أن الولايات المتحدة الأمريكية زي ما احنا قلنا في حلقة سابقة أن هي تلجأ للأسلحة الموجودة في قلب إسرائيل لأمريكا عيناها عشان لو اشتعل أي نوع من الصراعات في قلب منطقة الشرق الأوسط الملتهب دائما يبقى تلجأ لها في هذه الحالة ورغم ذلك إدها ترح لها في هذا التوقيت يبقى معنى ذلك أنت ما عادش عندك أسلحة أساسا تدعم بيها أوكرانيا إلا ما رحم ربي زي ما بيقوله في هذا التوقيت فجئنا بتصريحات فلادمر بوتين التصريحات مش هباء خاصة وأن فلادمر بوتين راجل ما بيرغيش وليلت الراجل بيصرح التصريح بتاعه في مكانه فلادمر بوتين قال إيه؟ انتصار روسيا في أوكرانيا أمر حتمي ومنتهي ولن نتراجع عن تحقيق كل أهدافنا وقال النصر مؤكد لا شك لدي في ذلك ثم تكشف السطرة عن بعض المعلومات المتعلقة بالصراع مع أوكرانيا في مراحل سابقة طبعا حضراتكم عارفين كويس جدا أن من سنة 2014 لحد السنة اللي فاتت قبل بداية الاجتياح الروسي الأوكرانيا فلادمر بوتين زي ما أعلن فلادمر بوتين يعني أعلن وأكد مرارا وتكرارا إحنا غلوبنا في أن إحنا ننهي التوترات اللي بيننا وبين أوكرانيا أو بيننا وبين دول الناتو بشكل سلمي إلا أنه كان هناك إصرار نيتوي من قبل دول الناتو وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية ما يحلوش سلميا النتيجة طبعا وجه ضربة أوكرانيا قبل ما الناتو يوجه له ضربة لأن كان هناك تخطيط ومخططات أن يتم توجيه ضربة روسيا لتفكيكها وإنهائها تماما فلادمر بوتين أخذ بالمنطق اتغدى به قبل ما يتعشى به وجه الضربة بتاعته ونجح في أن هو يرتب أوراقه قبلها فلادمر بوتين بيكشف الصطار عن بعض أسرار هذا الصراع عشان بس الناس اللي بتقول روسيا دولة ظالمة ومفترية وغازية والكلام الفاضي ده كله طبعا روسيا هي بمثابة رد فعل في مواجهة تحركات دول الناتو اللي بتتحرك من سنة 2014 لأن الناس اللي بتهاجمنا مجموعة من الجهلة بهذه المعلومات فلادمر بوتين بيقول أن أوكرانيا خدعتنا أكتر من مرة ودفعتنا بعد كده للعملية العسكرية لأن طبعا فلادمر بوتين كان عقد اتفاقية مع أوكرانيا حضرها طبعا دول الناتو النتيجة صرحوا في مراحل تالية منذ أسابيع قليلة أن احنا عقدنا اتفاقية مع روسيا عشان نرتب الوضع في أوكرانيا في مواجهة روسيا نفسيها يعني احنا خدعنا روسيا فلادمر بوتين بيقول أن أوكرانيا خدعتنا أكتر من مرة واضطرتنا للعملية العسكرية دي وقال كان ممكن أن احنا نحل الأزمة دية مع أوكرانيا سلميا لكن قيادات أوكرانيا طبعا كان غرورهم كبير جدا وكانوا متصورين أن هما هينتصروا علينا طبعا البيلي هو اسم فلادمر زيلانيسكي كان متصور أن هو يعني زعيم وأن هو هيقود التغيرات على مستوى العالم وأن عم فلادمر زيلانيسكي أنت بقى البطل الملعم أنت اللي هتغير المنظومة فكان متصور أن هو هيحقق انتصارات بناء على الكلام المعسول اللي خدعوه بيه هنفكك روسيا هينوبك من حب جانب أوكرانيا هتصبح أكتر من دولة حواليها وتنضم الأوكرانيا هيصبح اتحاد كبير جدا وانت اللي هتقوده انت اللي هتغني يا منعم عدري الفيلم بتاع عبد الحام حافظ ففلادمر بوتين المهرج اللي هو ما يعرفش حاجة غير في التمثيل فقط لا غير كان متصور أن هو هيدير المسألة دية فعلا بالطريقة اللي هم حددوها يا ابني أنت بتحارب روسيا قوة نووية أقوى نوويا من أي دولة في كل دول الناتو هو ما كانش مستوى بالكلام ده ولذلك فلادمر بوتين بيقول أن غرور قادة أوكرانيا كان كبير جدا ودفحهم أنه هما ما يحلوش سلميا ثم قال إن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا انهاء المعاناة في دونباس اللي هو أقليم دونباس اللي هو بيضم منطقتين ودولتين لوجانسك والدونيسك بالإضافة إلى مناطق زي خرسن وزبروجيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم الناس المتحدثة باللغة الروسية كان فلادمر زيلانسك بيمارس اضطهاد ضدهم بشكل كبير جدا بالإضافة إلى تأمين أمن روسيا القومي دللي قاله فلادمر بوتن مش هنتراجع مش حاجة اسمها إن روسيا هتنهزم وسبق طبعا وقلت لحضراتكم إن لا يمكن بأي حال من الأحوال إن يكون هناك دولة نووية وقوية بالشكلة اللي عليها روسيا وتنهزم ده أمر مستحيل لإن هيكون عليها وعلى أعدائي شوفوا أيضا كان هناك تصرحات لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تصرحات مهمة برضو أطلقها بالأمس قال إن روسيا لم ترى بعد أي مقترحات جد الإقرار السلام في أوكرانيا وأفكار فلادمر زيلانسك بشأن هذا الموضوع غير مقبولة لأن فلادمر زيلانسك يقول أنا وافع إن أنا أقعد مع روسيا بس بشرط تخرج كل القوات بتاعتها من أوكرانيا وبعد كده بقى نتفاوض نعم أنت بتتكلم جد دولة نووية محقق انتصارات وأساس المشكلة إن أوكرانيا بدأت تستوعب ترسانة عسكرية من قبل دول النيت وبدأت تهدد روسيا المطلوب إن أنا أخرج القوات بتاعتي وبعد كده نقعد أنا وإنت مستحيل طبعا فلادمر بوتين اشترط عشان أوافق إن أنا أقعد مع الطرف الأوكراني لازم تسلم بالنتائج كل المناطق المذكورة سابقا أوع حسك عينك تكلمني فيها مرة تانية لأنها أصبحت أمر واقع وأصبحت جزء من روسيا إنما نتناقش في إيه بقى أوقف الحرب أسمح لك إنك أنت تصدر بمزاجك القمح بتاعك أسمح لك إنك أنت تمر لكن عند شروط أخرى أوع حسك عينك أساسا تتلاقى في نقطة واحدة مع أي من دول النيتو لأن ده بيهدد أمن القوم وأنا مش هسمح بكده ثم سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي قال إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جدة وقال إن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا يعني أنا دلوقتي متخوف أن كنت تستخدم الأسلحة في مواجهة روسيا وبالتالي تبقى أوكرانيا على الحياد ثم قال إن حلف النيتو بيحارب روسيا عن طريق أوكرانيا وقال لا ينبغي أن يكون في أوكرانيا بنية تحتية عسكرية تشكل تهديد لروسيا يعني حتى كمان مش بنية عسكرية تخص النيتو أي بنية عسكرية في قلبي أوكرانيا تهديد روسيا ده أمر متفق عليه من بداية التسعينيات قبل تفكك الاتحاد السوفيتي ثم سيرجي لفروف بيقول أيضا لا يجب أن يتم اضطهاد المواطنين المتحدثين باللغة الروسية في قلب أوكران ده من ضمن الشروط ثم هالما يحدث في أوكرانيا نتيجة نتيجة الأعداد الأمريكي الحرب هاجينة ضد روسيا وأمريكا أنشأت تحالف بهدف إرساء الحل النهائي للقضية الروسية من خلال تعرض روسيا لهزيمة استراتيجية وهو أمر لن نسمح به مطلقا يعني روسيا لن تتراجع قيد خطوة أو زي مآهل فلادمير بوتين لا تراجع ولا استسلام دي طبعا التصريحات بتاعة سيرجي لفروف وفلادمير بوتين رئيس روسيا بوتين أوكرانيا خدعتنا أكتر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية بوتين انتصار روسيا في أوكرانيا أمر حتمي روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سول في دونتسك شرقي أوكرانيا المستشار الألماني يجب أن يفشل العدوان الروسي لتمتهي الحرب في أوكرانيا طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن روسيا تسمح بذلك سيرجي لفروف الناتو يحارب روسيا عبر أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أصبح خاضعا لأمريكا اللعبة طبعا أصبح على المكشوف يا سادة وفي ذات الوقت روسيا أكدت بملادع مجالا للشك لا تراجع ولا استسلام أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر